شكراً لكم النهار ده هنعمل العوامة أو هنعمل الزلابية بمعنى صح الكلمة أو الاسم المشهورة بيه عندنا الزلابية وسموها العوامة عشان لو العجينة بتاعتها أو العوامات عشان لو العجينة صح 100% هي لازم بتقوم على وش الزيت يعني في الأول خالص لو نزلت لتحته بعد كده ما عمتش فضلت تبقى العجينة فيها حاجة غلط لقدر الله ودي بقى شغلتنا النهار ده إن احنا نشوف إيه المشاكل وإيه الغلط إن بيحصل معاكوا في البيت عشان ما بتطلعش زي الجاهزة بالضبط وإن شاء الله نحل كل المشاكل دي النهار ده ونطلع منها أسرار حلوة كده تطلع شوي الزلابية ولا عجلة حلواني إن شاء الله ويلا بينا نسمى باسم الله ونقول المأدير وبعد ندخل على التحضير المأدير أبسط من البساطة حاجات كلها موجودة عندك في المطبخ يعني عندي كبايتين دقيق يطلعوا لكمية زلابية محترمة ونص كباية نشا لزوم الأرماشة وكمان معلقة كبيرة سكر معلقتين كبار خميرة وكبايتين مية دافية دول اللي هنلم بيهم العجينة بتاعتنا عجينة سيلة والنهار ده ما بتتعجنش هي بتتلت يعني إيه في حاجة اسمها بتتلت أيوة عجنتنا النهار ده لت مش عجن زي ما هنشوف مع بعض الشرباط بتاعنا اللي عليه اختلاف كبير شرباط الزلابية تقيل بارد أول حاجة بتبتدي بيها أربع كباية سكر كبايتين مية ومعلقة عصير لمون يبقى السكر ضيع في المية عشان كده الشرباط بيطلع لي تقيل أول حاجة هعملها الشرباط دي أول خطوة معنا بسم الله حلة كده حلوة وهنحط السكر أربع كبايات سكر بسم الله شرباطها يا جماعة لازم يكون تقيل علشان بعد كده ما تتراش منك يعني برضو من ضمن المشاكل اللي بسمعها إن أنا أول ما بعمل الزلابية بتبقى بقرمشها وخفيفة أول ما بحطها في الشرباط بتترى وبلاقي ملهاش طعم ولا ليها ملامح بسبب الشرباط الشرباط لازم يكون تقيل بارد أربع كبات سكر هيتحط عليهم كبايتين مية بشكل تدريجي كده وهيتحط عليهم كمان نص لامونة معصورة يعني اللي هي ما يعادل معلقة صغيرة عصير لامون من الأول كده عشان يعقد معي ويتقل معي على طول في ساعتها وهسيبه على النار مع نفسه ولا بنقلب ولا بنعمل السكر ده هيدوب إزاي؟ أول ما المية تغلي السكر هيدوب على طول وهنشوف خطوة خطوة مع بعض يبقى أنا كده خلصت موضوع الشرباط تمام الزيت اللي أنا حطاه للزلابية بتادي يسخن نهدي عليه بس درجة الحرارة شوية على منلت العجينة بتاعتنا هنلت العجينة زي بقى؟ ويعني إيه اللي اتهى؟ ده اللي هنعرفه مع بعض منديل بس كده نمسح البولة المجيفة الجميلة العسل دي كده ونشوف بقى هنعمل إيه؟ أول حاجة عندي في المقدير أنا عندي كبايتين مية بسم الله مية دافية عشان الخميرة تنشط معي أحط كبايتين المية الأول وبعدين السكر وبعدين الخميرة كده أنا وفرت للخميرة عوامل نجاحها كلها بأمر إيه؟ السكر عشان تاكل السكر وتتغذى عليه وتنشط معي والمية الدافية اللي تساعدها كمان إنها تنشط غير العاملين دول الخميرة عمرها ما بتنشط وإحنا دايما متفقين إن الخميرة كائن حي محتاج يتغذى عشان ينشط وينجح لي الوصفة بتاعتي المية الدافية والسكر هما دول غزة الخميرة بدوب كده بالشكل ده بس كده وديها كده إيه؟ لو عندك وقت بقى اديها عشر دقايق يعني الخليط ده سيبيه بس كده إيه؟ لله كده عشر دقايق هتبص تلاقيها خمرت وعليت معاكي وعملتلك كده فوم حلوة قوي تبقى الخميرة بتاعتك نكحة وشغالة ومية مية وخصوصا خصوصا لو ماركونة عندك في التلاجة الحركة دي بتبين لك الخميرة اللي ماركونة عندك في التلاجة لسه كويسة واشتغل بيها ولا هتبوز للوصفة بعد ما حط كل المأدير فده اختبار جيد للخميرة الماركونة عندك تمام كده؟ أهي سيبوها عشر دقايق طبعا أنا ورايا صارة فوق دماغي فمعنديش عشر دقايق للأسف عشان بس ألحق أطلع لكم كده شوية كائنات فضائية حلوة كده فأنا هشتغل على طول بس انت عندك في البيت لأسبيها كده ايه عشر دقايق بعد عشر دقايق هنعمل ايه بقى؟ هنستعد ان احنا نكمل بقية العجينة بتاعتنا بسم الله عشان نشوف ايه بقى موضوع اللت ده يقولك لت وعجل ايه الفرق بينهم؟ ده بقى اللي هنعرفه دلوقتي مع بعض طبعا لو سألت السؤال ده ناس كتير قوي مش هتبقى عارفة ايه الفرق بين اللت والعجل كده الخميرة هنفترض وي كأنها عد عليها عشر دقايق هننزل بقى بالضيق عليها بسم الله وهننزل بالنشا كده وفي الاول بالمضرب كده هقلب لغاية مدوب كل ده هي كده كده هتبقى عجينة سيلة بصو عجينة الزلاب يا جماعة يعني معروفة جدا بتبقى سيلة وكمان لما بتخمر ببصت لقيها ايه بقى فيها عرق كده العرق ده جمنين من الحرقة اللي هنعملها دلوقتي مع بعض كده هي كده محتاجة شوية مية المية ما تعيرتش كويس شفت انا عرفتها ازاي على طول بالنظر على طول هنزود شوية مية كده بسيطة قوي بسم الله كده وهو ريكو دلوقتي القوام المطلوب عشان لو ده حصل معاكي الدقيق زاد منك في المعيار المية قلت منك تبقي عارفة ايه القوام المطلوب زي ما انا عرفته كده لغاية ما توصل للقوام الناعم ده ريحة الخميرة باينة معايا ما شاء الله عالية جدا طيب احنا كده عاملين عجينة سيلة لسه ما ديناهاش العرق الحلو بتاع الزلبية هتوصل بقى دلوقتي المرحلة اللي قلنا عليها اي عجينة في الدنيا بنعجنها بادينا كده عادي ديبها هنعمل لها لت يعني بص يا سيتي بكفي ايدك كده لمي كده العجينة واعملي كده مش انتو بتشوفو بتاع الزلبية وهو واقف كده قبل ما يحمر الزلبية بيفضل يعمل الحرقة دي دي اللي بتخلي فيه عرق للعجينة هو ده اللت بقى ايه كده بالشكل ده اهو وكل ما بتعملي كده هتتفاجئ ان العجينة عمالة تنعم اكتر واكتر ويدخل جواها هوا اكتر واكتر وتشد كده معاكي تعمل عرق عرق الملوخية زي الملوخية كده اهو بصوا اهي شايفين ازاي بالشكل ده هو ده بقى يا جماعة اللت بقى كده بالمنظر ده اهي شوفو مهمة جدا جدا الحركة دي بس يا سيدي بعد ما اعمل الكلام ده كله ولاقي العجينة نعمة معايا كده بالشكل ده اللهم ابارك عليها هنغطيها وانسيبها ساعة تخمر ده اساسي معنا بعد ما تخمر هتلاقي شكلها جميل هتلاقيها اللي هي اي حاجة خمرانة كده ازيادة عن اللزوم بسبب كل الخطوات العملية بصوا دلوقتي اه للأسف يعني دلوقتي عايزة اوريكم او والله عايزة اوريكم بصوا ابتدت تخمر معايا من الحركة اللت اللي عملناها فيها بصوا الفقاعات زهرة ازاي اهي ده كده شايفين كده واحنا لسه شغالين فيها حالا ما بالك بقى بعد ساعة هتبقى عاملة ازاي هتخمر وتعلا تبقى عاملالك زي النجفة بالضبط تعالوا نشوف النجفة بتاعتنا بسم الله شوفوا جماله يا ناس شوفوا حالاوت بصوا بقى الفرق دي بعد ساعة بالضبط شايفين عاملة ازاي الخميرة شغالة وزاي الفل ازاي اديت الخميرة حقها عشان كده اديتني اي انا كمان حقي اهو يا جماعة ايه دي العجينة بتاعتنا يبقى اتفقنا دي هتضغطة وتتشال ساعة تخمر تطلعلي بالشكل ده ونشوف المرحلة اللي بعد كده هوا بسم الله نشيل بقى الستريتش كده من عليها كده عشان هوريكم جمال العجينة من جوه الشكل ده كده شايفين مقفلين عليها ازاي يا جماعة بصوا بقى جمال العجينة من جوه الله اكبر عليه هوريها لك يا سارة حاضر 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 زي ما انتي كده يا سارة بص فيه شوفوا جمال العجينة اهو بالشكل الحلو ده اوعي بقى دلوقتي ترجعت لي بتيها تاني تضيعي منها التخمير داني يضوبك بس ههبطها بس كده بايدي دي حاجة الحاجة التانية ان احنا هنجيب جنبنا بولة صغيرة فيها زيت اوعي الميا الله يكرمكم اوعوا الميا بولة صغيرة فيها زيت الميا هتخلي الدنيا تترتش الزيت يترتش ولقدر الله تتلسوعه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شوفوا في القناة وهنا في الزيت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة علشان تشوفوا الخطوات انت بقى عندك في البيت اول ما هتتمكني منها هتشتغل بقى بسرعة على طول ان شاء الله اول ما بتنزل في الزيت بتنزل لتحت بعد كده ايه اللي بيحصل بصوا بتروح عايمة على طول على الوش اهي يلا بمعلقة صغيرة هوا وبنشكلها بمنتهى البساطة اللي في الدنيا اهي شكليها بقى كبيرة صغيرة زي ما يعجبك والزيت لازم يكون سخي طبعا انا عندي الزيت ايه كنت مطي عليه طال لسه ماخدش درجة حرارة كويس بس تمام عشان نلحق نتحكم بس اهو كده الحمد لله عايمة ايه اديكي عرفتي ايه عرفتي السر لازم تعوم معنا وخلي بالك ده كده كمان الزيت من سخنة قوي لو الزيت سخنة هتاخد الشكل على طول تمام كده اهو بسم الله الله اكبر يا جماعة والله شوفوا ايه والشرباط جنبك برت خالص وتقيل عشان اول ما تطلع من الزيت على طول على الشرباط بالشكل ده كل واحدة لازم احط المعلقة وصوب عيني كده في الزيت عشان تطلع ان شاء الله نكحة معك عايزها بس تاخد لون قبل ما نسمع الكلمة اياها قبل ما نسمع الوقت عايزة الحق تاخد لون بس يبقى احنا كده عرفنا مع بعض النهار ده كل اسرار عجينة الزلابية النكحة اول عوامات عشان شايفين هي عيمة ازاي لأ صارة واخد بالها من المعلومة اللي في اول الحلقة برافو عليكي والله يعني صارة خدت بالها لما قلنا العجينة النكحة انها لازم تبقى عيمة كده على وش الزيت معنا كده بخلاها هوى كويس والعجينة متخمرة كويس بامر الله شوفوا ازاي شوفوا جمالها وحلوتها ما شاء الله عليها اهي او الزيت بقى ابتدى يشد معي نملة بس 6 تاسا وخلاويس متعة يا جماعة والله متعة متعة في كان واحدة كده اللي اتحطوا في الاول خالص الزيت كان لسه هادي عملولي كده كائنات فضائية صغاري بقى كباري زي ما انت عايزها ما شاء الله بس انتالك فا كده فا كده عشان ايه عشان الوقت اه جبرنا يلا بينا بسم الله نشيل بقى كل ده ونقلع الجلافزات اللي بهدلت دي ونشيل الزيت واهم حاجة بقولها لكم تاني زيت ومعلقة صغيرة هقرب بقى جنبي الشرباط كده وبس نديها بقى تقليبة حلوة كده عشان تاخد لون حلو من جميع النواحي يلا بينا بسم الله بصوا بقى بنقلبها ازاي هزوت كمان درجة الحرارة بصوا من الجناد كده القرمشة روعة 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 شوفوا ازاي بصوا بتجري معانا اهي بتجري في الزيت كده ما شاء الله اهي شايفين الجمال لو الزيت سخنكت كلها بقت ايه صغنطوطة كده وحلوة يا الزيت بخلي بالكم برضو من المعلومة دي عسل مفيش حاجة بقى اسمها ان انا اقليها على مرحلتين اطلاها من الزيت الاول تبرط خالص وبعدين ارجع اقليها تاني لا مفيش الكلام ده يا جماعة احنا حاطين نشا كده كده هيخليها تقرمش زائد ان الشرباط تقيل بارد ده برضو بيخليها تقرمش اكتر واكتر فخلاص تعملي الحاجتين دول وشكرا على كده نقلب بوري علي يا سارة بس تاخد لون بس يا سارة تاخد لون بس يلا يا باشا اه عايزين عايزين يا سارة بقى نوري حبايبنا بعد ما بتاخد اللون الدهب الحلو بتاعها وبتنزل في الشرباط بتبقى عاملة ازاي بتبقى شرباط بجد بمعنى الكلمة ما شاء الله عليها بصوا جمالها اهي يلا يا حبيبت يلا يا امر شايفين عاملة ازاي ما شاء الله عليها تحفى لون وحجمها حلو جدا جدا والشرباط كمان مديها كده ايه لمعة في منتقى الجمال يعني هو هو المطلوب ولو عندك كمان عسل كولوكوز تقدري تحطي عسل كولوكوز فيها برضو بيدي لمعة حلوة قوي زي ما انتم شايفين كده وتروحي رش عليها بقى رشة جث الهندي كده تبقى تحفى يلا بينا سمعين القرمشة ما تسمعي معانا كده القرمشة يا صورة كده الله عليك الله عليك شايفين جمالة خلي بالك ان هي بعد ما بتطلع من الزيت بتغمئة اكتر زي ما صورة جايبها لنا كده بالضبط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يلا يا جماعة خليتهم يوركوا يوركوا الزلابية شابها اضحك عليهم على ما الزلابية تتحمر ايوة كده خدت لون دهبي حلوة قوي هناخدها بقى من الزيت نصفيها كده بسم الله على الشرباط وقوع كبشة الزيت تطول الشرباط ده كبشة وده كبشة بصوا من بعيد كده سمعتوا الطاشة احنا نسميها زلابية بالطاشة بصوا من بعيد كده سمعت الطاشة يا صورة ولا ما سمعتيني بصوا وبكبشة تانية نظيفة اروح يدوبك بس كده مقلبها ومطلعها في الطبق على طول ينهرب يد ينهرب يد ينهرب يد ينهرب يلا يا كده مين عايز زلابية سخنة اه الله ومايني صايمة بعد ايه بعد ايه يا شيخة اللي عملتي فينا ده اني ياسف اسمعوا اسمعوا كده الاربية اه اه يعني اقل وقت ممكن بس بانجح طريق ان شاء الله وانجح نتيجة والفة هنا وشيفة على قلوبكم يا رب تلعوا فاصل بسرعة وارجعوا لي نكمل حلقتنا مع بعض فاصل قصير بس سوا القناة تتغير اشتركوا في القناة